لم تعد الحدود الإيرانية حدود قوات الباسيج فقد باتت موجودة في الكثير من مناطق العالم ومنها العراق وسوريا واليمن ولبنان هذه الحقيقة التي أنكرتها إيران سنوات طويلة صارت اليوم أم الحقائق بعد أن قرت إيران بها في ظل تصاعد التوتر بينها وبين أمريكا على خلفية اتهام واشنطن لطهران بالمسؤولية عن استهداف نقلات النفط في الخليج العربي وتهديد طهران بالخروج من الاتفاق النووي وتصعد نذر المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة قائد قوات الباسيج الإيرانية أو ما يطلق عليها قوات التعبئة غلام رضا سليماني وهو القائد الجديد الذي تولى قيادة هذه القوات بقرار من مرشدهم علي خامني اعترف في تصريحاته الأولى بوجود قوات الباسيج الإيرانية في العراق وسوريا واليمن ولبنان متفخرا بحدودها التي تجاوزت إيران وتجربتها التي باتت واضحة المعالم بحسب تعبيره العراق أحد البلدان التي أقر المسؤول الإيراني بتجدر الباسيج فيها لطالما كان المطمع الأول لإيران حيث عملت على تشكيل ميليشيات الحشد التي تعد ذراعها الأيمنة في تنفيذ كل مخططاتها في العراق وغيره من البلدان واليوم تأتي هذه الاعترافات الإيرانية متزامنة مع قرار رئيس الحكومة في بغداد عاد العبد المهدي بإعادة هيكلة ميليشيات الحشد قرار اعتبر خطوة متقدمة في خطوات تمكين هذه الميليشيات في العراق والتي تعتبر نسخة مشابهة إلى حد كبير قوات الباسيج الإيرانية ويعد العراق من البلدان الأولى التي ظهرت فيها قوات الباسيج الإيرانية وشبيهتها العراقية بشكل واضح منذ سنوات وكان للمسؤولين الإيرانيين عدة تصريحات بشأن تشكيل نسخة للباسيج على أراضي ففي شهر حزيران عام 2016 اخترحت جنرال محسن رفيق دوست القائد السابق للحرس الثوري الإيراني على الجهات الحكومية التي تدير العراق تشكيل حرس ثوري عراقي على غرار الحرس الثوري الإيراني مبديا استعداد طهران للمساهمة بقوة في تشكيل ما وصفه بالجيش المرتقب ونقل تجارب إيران إليه لا سيما وأنها على معرفة واسعة بخارطة الجيش العراقي والميليشيات الداعمة لها وفي عام 2018 أعلن ما يسمى قسم التعبئة في ميليشيات الحشد بمكتب محافظة البصرة تشكيل قوات التعبئة الاحتياطية وقوامها 30 ألف فرد ردا على الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي شهدتها المحافظة والتي انتفضت للمطالبة بمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين وتوفير الخدمات الأساسية وجاء مشروع تأسيس هذه القوات مشابها بالطبع لتشكيلات الباسيج الإيرانية